سلامات كيف الحال بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم يا أعزائي كيفكم فيديو مباغت كالعادة عم أبطل أعطيكم هنتات إني رح أطلع فيديو لايف حسب الظروف حابت أحكي اليوم معاكم في فيديو لايف أشوف أنتو أسئلتكم بخصوص الصيام المتقطع الناس اللي حابة تعرف كيف نقدر نطبقه بدون ما إحنا لازم نشترك أو مش لازم نشترك لا أنا بحب أعطي المعلومات فور فري لوجه الله تعالى وإن شاء الله يربي أجل هاي المعلومات كلها تكون بميزان حسنات سوزان بنت خالتي الله يرحمها فكرة للسيام المتقطع موضوع جدا بسيط وجدا سهل تطبيقه تقدر أنت كشخص ما عندك أي فكرة عن عالم التغذي أنك تطبقه وتصير professional وتقدر أنك تنزل من الدهون وتكون نازل على طول يعني يعني بثبت وزنك حتى بعد ما أنك تترك الحمية هاي فبدأ أحكي لكم اليوم كيف نقدر نطبق السيام المتقطع إيش الأساسيات تبعته وأنتم من الهنتات هاي يعني هذا الفيديو كتير رح يكون مهم لأشخاص كتير حبين أنه فعلا يعرفوا كيف بقدروا يطبقوا البرنامج وما قدروا أنهم يشتركوا معي أو ما عندهم القدر أن يشتركوا معي أو غيره أهلا وسهلا فيكم جميعا وأنا بحبكم كتير كتير وجماعتنا بسيدان أهلا وكتبقوا عندي متابعين السيدان حبايبي جميعا أنتو بالنسبة للنمط السيام المتقطع هو يا أعزائي مش زي ما الناص بتفكروا أنه لازم نصوم كل يوم 16 ساعة نا النمط اللي أنا بعلمه لا المشتركين عندي بيكون كالتالي آه بي اللي الصيام بيكون فقط يومين بيلقعد أسبوع وهدو عدو اليومين بيكون في قلهم أكل معين لازم أنه إحنا نأكله شو ما دول الأكلات راح يكونوا أكلات تحت نمط إشي اسمه آه الغليسيميك إنديكس أو المؤشرة الغليسيمي فكرة الصيام بتكون أنه بدنا جسمك يروح لما خازن الدهون ويستعملها كطاقة كل شخص عنده وزن زيادة بيكون في عنده دهون زيادة موجودة بجسمه وعشان يقدر إنه يخلص من هذه الدهون يا أم إنه بيتبع حمية بتكون أقل بالسعرات الحرارية من الجسمه عم يصرفها وبالتالي راح يبلش يستهلك هالطاقة من الدهون أو إنه يعمل برامج تانية مثل الكيتو دايت اللي بيخلي جسمك يعمل كيتوسيز وأيضا بيخليك تحرق من الدهون أو بيحب تقدر إنك تعمل الصيام المتقطع بالطريقة الصحيحة والشرط اللي راح أذكلكم إياها حاليا هاليومين اللي بيكون فيهم الصيام اللي هو كل اللي ترك بيكون فيهم بناخد بس خمسمائة سعر حراري هي ربع احتياجك من السعرات الحرارية بالعادة فأيهل خمسمائة سعر حراري بأخدهم بيومين الاثنين والخميس خيرا نحكي وبناكل الأكلات معينة كمان لازم مصدر هذه السعرات كمان يكون مدروس مش إنه والله أخد خمسمائة سعر حراري من خبز ورز أو شوكولاتة أو غير وكل أحدها سكريات ما رح يمشي الحال فلازم إني أنا أركز على الأغذية ذات مؤشر غليسيمي اللي سبقوا حكيت لكم عنه اللي ما بترفع سكر الدم كتير شو يعني مؤشر غليسيمي؟ يعني أغذية فيها بيكون ألياف فيها بيكون بروتينات وبالتالي المؤشر غليسيمي تبعها بيكون منخفض بينما الأغذية الكربوهايدراتية أو السكريات البسيطة على طول بترفع سكر الدم وبتخلينا نرفع السكر كتير وحتى لو كنا ماخدين بس خمسمائة سعر حراري وقصمنا جسمك ما رح يضطر يروح لمخازن الدهون بينما إذا أنت أخدت خمسمائة سعر حراري من أغذية ذات مؤشر غليسيمي منخفض مثل البرغل، مثل البيض، مثل الدجاج، مثل السلطة، الخضرة، الغير النشوية يعني هاي الأغذية ممتازة وتكون بس خمسمائة سعر حراري لهلأ تمام؟ فالمهم بأخذ الخمسمائة سعر حراري من هدول المصادر اللي هي المؤشر الغليسيمي اللي بكون منخفض بعدياً بتطلع على الساعة مثلاً الساعة كانت أربع العصير من الساعة أربعة بوقف أكل تماماً وبصوم 16 ساعة متواصلة بدون ما أنا أكل ولا شي يحتوي على سعرات حرارية حتى وإن كان خيارة تمام؟ بقدر أني أشرب ماء، بقدر أني أشرب أهوة، بقدر أني أشرب أعشاب ألفة ينسون بس بدون سكر وبدون حليب حتى ما ينكسر عندي للسيام خلال ساعات للسيام هلأ شو رح يصير؟ أنت أريدي ماخذ حاشتك بشكل جداً بسيط يعني ماخذ بس خمسمائة سعر حرارية عن حراري ينحرقوا معك بنص نهار، خمسمائة سعر حراري كثير ألال البلاث أنه ما فيهم سكر، فالسكر الدم عندك كثير منخفض بلاشت تجوع، بلاشت تحس أنك عن جد بحاجة للطاقة لأنه أنت أريدي صايم ومش ماخذ غير هالخمسمائة سعر حراري جسمك مش موبايل، ما رح يمر سويتش أوف إذا ما في كالوريز، إذا ما في شحن لا، بدون روح يدور على مصدر تاني للطاقة اللي هي الدهون اللي إحنا بدنا نخلص منها أساساً عشان هيك أغلب المشتركين اللي عندي بشتركوا بنمط السيار متقطع بنزلوا من الدهون يعني مش أي نزول عشوائي، بيكون نزولهم من الكتلة الدهنية مع الحفاظ طبعاً عن الكتلة العضلية أهلاً نعاهد، هلا هلا، هلا والله شرفت اللايف وانتو كلكم شرفين اللايف أعزائي حياً نكمل وبعن رح أرجع أشوف الأسئلة إن شاء الله هلا قلنا إنه خلال ساعات للسيار انت بتحس حالك جوان ما في عندك طاقة لأنه أريدي جسمك شطب مخازن الجلوكوز اللي هو متعود إنه ياخدها دائماً كطاقة دائماً إحنا بناكل والأكل اللي بينحرق بيكون عادةً سكريات فجسمك بيستعمل الكربوهيجات كمصدر الطاقة مش متعود إنه ياخد دهون بهاي الحالة جسمك بوقف حيران ساعة زمان بهاي الساعة انت بتكون كتير متدايق جاسك ممكن يكون عم واجعك منكد جوعاني كتير بدك شي حلو ايور كريب لا السكريات كتير لأنه أصلاً جسمك بيشتغل على السكر وقالية عمله للطاقة بدنا إياه يروح للدهون فهونا بدها صبر بدها إرادة بدها تشجيع اللي عم يحصلوا عليه المشتركين عن طريق الجروبات اللي بنعملها بنعمل دعم وتواصل يومي واللي بده أي سؤال واللي بده أي دعم نفسي بتواصل معي بشكل يومي هونا بنقدر نساعدك زائد هلأ بعد ما إنه انت خلص صرت كتير يعني مش قادر إنك تمسك حالك فيك تشرب أعشاب مثل اللي ينسون مثل اللي قرفك كتير كتير بتهدي إحساسك بشعور إنك بدك شي حلو تمام بعد ما نحكي مرور تقريباً خمستاش لستاشر ساعة بتكون إنت شو صار عندك جسمك عمل عمل عملية اسمها جلوكو نيوجنسز جلوكو نيوجنسز هي هاي العملية اللي بيكون اسمها بالعربي استحداث السكر من الدهون وهذا الإشي حملنا إياه جسمك دبر حاله يعني إحنا جسمنا مهيئ للمعيشة ربنا خلقوا حتى يتأقلم وتأدابت ويتكيف شو يعني يتكيف يعني بيصير جسمك عارف كيف أنا قدر أدبر حالي في حالة أنا منعت عنه الطعام أنا لسا في عندي مخزن مليان دهون ليش راح أموت مرجوع لا ما راح مرح أموت مرجوع راح جسم يدبر حاله بس هو ما بيحب هاي العملية لأنها غلبة عليه غلبة أنه لسا بده يروح يطلع إنزيم اسمه بغض نظر عن اسمه اسمه طويل إنه بده يعمل عملية استحداث الجلوكوز من الدهون فبهاي الحركة إنت لما جسمك ياخد طاقته من الدهون راح تصحج شبعان طبعا إنت كنت بالليل يعني بدك تخبط راسك من الجوع وكتير جعب عليك إشي حلو ومش قادر وجوعان وبس معكت 500 سوء الحراري كيف الصحيط شبعان ومنتلي كتير ألرت يعني متيقض جدا ومرتاح معناته ضبطت معك عملية الجلوكونيوجينسز وخسرت إنت من الدهون لأنه جسمك استعملها كطاقة هاي الحالة ما بتصير مع كل الناس من أول مرة ممكن يصحهم لساتهم من الكادين لساتهم أمورها مش زابطة مش كلهم بتزبط معهم من أول مرة في ناس زبطت معهم بس هي الشغلة بدها استمرارية يعني إنه ما زبطت معك المرة الأولى المرة تعني بتروح على يوم تلخميس ترجع بتعمل نفس الحركة ما تعملهم يومين وربع حتى ما يصير في عنا نوع من الادابتيشن أو التكيف مع عدد السعرات الأريرية فهيك إحنا كتير خطر من نزل الميتابوليزم عنا وبندخل بالسترفيشن مود هذا الشي ما بدنا يعيه يصير أنا أسف إذا عم بحكي مصطلحات كتير مش مفهومة أتمنى إنه تكونوا فهمين علي المهم إنه إحنا ما بدنا ناخد يومين وربعات فيهم 500 سعر حراري ونصوم لازم ناخد أتليست يومين بريك بنعتهم فأحسن شي تأسيمة أيام مثل الصيام بتكون 2 و5 تمام؟ زبطت معاكل 2 خير وبركية ما زبطت مش مشكلة أصبر ليومة الخميس وإرجع أعمل نفس الحركة بتأخد 500 سعر حراري مثل ما اتفقنا لغليساميك إنديكس الأغذية بيكون منخفض وعدد السعرات لا يتجاوز لل500 سعر حراري برجع بكرر لازم تكون الأغذية اللي بناخدها بيومين للصيام ذات مؤشر غليسيمي منخفض اللي ما بعش يعني مؤشر غليسيمي يعني ما فيها سكر يفضل ما ناخد خبز وإذا اضطرت وتأخد خبز يتكون من الألياف العالية يعني يكون خبز أصمر ممكن ناخد كينوة ممكن ناخد برغل أشياء مثال هيكم هالنومة حبيبتي يسعد لي ياهكي أنت اللي حلوة حبيبتي اشتقتلك كتير المهم فإحنا منجيب الحركة التانية شو بعمل جوزي قاعد وراء بالمطبخ ايش عم تسوي عامل ما تنسأنا طالعة لايف بتعزل قاعد أحلى وارد تيت وتعزل قاعد نعم نعم نتائج نجاح عامل أشيك انتهي عامل لدي كم كيلو عشرين كيلو ماذا جاء؟ نعم. فاكر 16، 20؟ نعم. عامر نزل على سيام المتقطع 20 كيلو. طبعاً هو كثير بيغلبني لأنه بيصوم أكثر من 16 ساعة. أنا بقول له دائماً بس 16-18 عشان ما ترفع هرمون التوتر. فبس هو صار عنده قدرات باهرة صراحة. صار يعني صوم فترات طويلة كثير وما كانت تفرق معه. متخافح للك. قديش صايم. آه بقول له قديش صايم. كان وصل يعني آخر مرة وصلت قدي؟ 36-40 ساعة. لا 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 ما تردوا عليه. ما توصلوا هاي الموصيل زي عامر. بس هو صار متمرس. عامر بطل يجوع. هي الفكرة اللي عم بحكي لكم هي كنت عم بحكي لهم. أنه أولها ممكن لسيام ما يزبط. يعني يصيروا جوعانين راسهم يوجعهم. وممكن يسحوا لساتهم كمان جوعانين. يعني من جعبالهم لسه جعبالهم يأكلون. لانه ما صبتت معهم عملية استحداث السكر من الدهون. عامر بطل يحس أفداً بالجوع. يعني صار عنده قدرة أن يوصل 36 ساعة. هو صايم. وعنده أنيرجي وكان يروح يركض ويلعب حديد. وما عنده أي مشاكل أبداً. تعود. هنيئاً لك. بس هو طبعاً متمرس. قعد دير. سنة سنتين. سنة سنتين. وانت تعمل لسيام. طبعاً يا جماعة الواحد لما يحكي على السوشال ميديا أو يكتب البرامج. هاي زين لايب. اه لايب. باي. باي. باي باي. بقول لهم على الغلبة. إن الواحد لما يطبخ إشي. ولما يكتب إشي تاني. يعني غلبة تطبخ إشي تاني. باي. شكراً. الله معاك. باي باي. أوكي. واجاب لي فودة. خلينا الله شرب شوية فودة. بسم الله. نساني وان وصلت. والله نسيت وان كنت أحكي. وان كنت أحكي يا جماعة نسيت. شكراً شكراً على الكومنس الجميلة. نسعتكم يا ربي. لما يجي يوم تلخميس. بترجعوا بتعملوا العملية كما مرة. اللي بتاخدوا 500 كالوري من أغذية ذات مؤشر غلايسيمي منخفض. وبترجعوا بتصوم 16 ساعة متواصلة. طبعاً مش شرط تتبلشوا بساعات معينة وتخلصوا بساعات معينة. المهم إنهم يكون 16 ساعة يعني متواصلة. ما تبلشوا أقل من 16 ساعة. وما تزيدوها زي ما عامر بعمل. عامر التوتر لا مطرح له بحياته. والله هانيا أنت اللي عارفة. أنت اللي عارفة أنو عامر أبداً بعيد عن التوتر جداً. رحكتينه قدام الناس ياه النومتي. تشبهوا بعض؟ جدني منشبه بعض أنو عامر؟ تعال اسمع. الآن مشبه بعض أنا وإياك. آه. خراب لي اللايف. أنا كنت رابية أجي فيديو لايف هيك. أعود أشروح لكم عن السيام بطلت عرف أحكي رسمي هلأ. بطلت أحس بالجوع وإذا مرة وقت الأكل وما أكلت خلص بحيس حالي مش قادرة. يا سلام يا سيرين. شكراً لها الكومنت لأنه فعلياً أصلاً موضوع اجتهاءنا للحالويات والأكل هو منتلي أكتر من أنه فيزيكلي. لأنه جسمك بيقدر يدبر حاله بتقدر تعيش فترات جداً طويلة بلا أكل. لأنه عندنا مخزون خاصة الناس اللي عندها وزن زيادة أريدي في عندك دهون بتقدر أنك أنت تعيش بلا متاكل. بس هي اللحظة الفاصلة ما بين أنه جسمك يعمل السويتش من مصدر الطاقة المعتمد على الكربوهيدرات والجلوكوز أو الجلايكوجين موجود بالكبد والعضلات إلى مخزن الدهون. إنه يستعمل الدهون كمصدر الطاقة ويعمل عملية الكيتو. الآن الصيام المتقطع على الطريقة اللي عم أحكي لكم إياها مش نفس الكيتوجينك دايت مش نفس الكيتو. لأنه إحنا أحلى وضعنا يعني إحنا بنقدرنا أكل كاربس. بالأيام التانية على نجلة اليمنتها بنقدرنا أكل روز بنأكل خبز بنأكل عصل وفواكه عادي جدا جدا. بس هي اللي ترك بتكون باليومين اللي فيهم يومين لصيام. طبعا خلال صاعات لصيام فيه أشياء كمان بتساعد على إنه جسمك يستير فيه عملية الكيتوسيز أكتر. أو عملية إنه يستعمل الدهون كطاقة إنك إنت ممكن تاخد الاسباقول مع المي أو إنك تاخد خل مع المي. كمان برضو بتساعد على زيادة الكيتوسيز أو إنك إنت كمان تلعب تمارين كورديو. ما تلعب تمارين حديد. هلأ عامر بيلعب حديد؟ ما بيصير. برضو نصحته ما بيصير لأنه ببليش يخصم الكتلة العضلية. لازم إنه بس يلعب كورديو حتى حتى إنك تخلص من مخزون السكريات الموجودة بالدم عندك والجلايكوجين بالكبر والعضلات عشان جسمك يروح على الدوم شكل أسرع. فإلعب كورديو. لكن الحديد ما بنفع تلعب حديد خلال ساعات لصيام. لأنه هذا الشيء ممكن يؤثر على الكتلة العضلية. العضلات بحاجة للكربس. فبالاش نأزي عضلاتنا. في من الصيد افكتس اللي بتصير مع المشتركين عندي. الصيد افكتس الوحيدة. عشان أكون صادقة معاكم. إنه ممكن يصير إمساك. الإمساك من أكتر الأشياء الشائعة مع النماط السيامة وقتع اللي عم بكتبه للمشتركين عندي. ليش؟ لأنه نسبة الألياف اللي بكتوبها كتير كتير عالية. وليه بحط كتير ألياف عشان نحاول قدر استطاعي يظلوا سكر دام ستيبل. ما يصير في عندنا الهبوط بالسكر وصيروا حسين حاكم جوانيني كتير. فأنا كتير بحاول أحط ألياف مع الأغذية أو بختار أغذية بنسميها high satiety rate. يعني مستوى الشبع فيها كتير عالي مع سعرات قليلة. لكن شو بيترتب عليك أنت كشخص عم تلتزم بهاي الحمية أنك لازم كتير كتير تشرب مي. يعني حتى لو أنت قريدي متعود مثلا تشرب لترين مي باليوم لازم تخليهم ثلاثة. لو متعود ثلاثة خليهم أربعة لازم أنك تزيد أتليست لتر باليوم عشان الألياف هاي اللي عم تاخدها مع الحمية إذا ما ترتبط بالجسم هي زي الليفة إذا ما ترتبط بتنشف أو يعني بتعلق بالجهاز الهضمي فبيصير أثرها سلبي. سو بس ضروري أنه أنتو تشربوا كمية مي كتير كبيرة مع الحمية هاي. إذا حدا حابب أنه فعلا أحفظ الليف عن جاد. طيب ماشي ما أنه أنا كنت. أوكي أوكي. رح أحفظه. ما أحفظ المعلومات عم توصل بشكل واضح أو لا أحفظه. زي حدا حابب أنه يعرف تفاصيل الأيام الثانية لشن وعية الأكل اللي بكتوبها للمشتركين كذا. أكل بيكون برضو ميعتمد على الجليسميك إنديكس المنخفض. لكن مقدرنا أكل كربس كتير بالأيام الثانية. بس هم يومين الاثنين والخميس. إحنا بنيعتمدهم. وتيمونا البورسول صلى الله عليه وسلم. هم مش صيام إسلامي. لكن أنا وحلو إنه 2 وخميس بحثهم هيك لابئين. طبعا السيام الإسلامي ما بيتعارض أبدا مع برنامجنا. تقدركم تصوموا السيام الإسلامي بس بتغيروا مصاميات الوجبات. يعني بدل الفطور بيصير سحور. وهكذا. أي حدا حابب أن يفوت بالدورات الدورة الجاية إن شخص لحتكم 13-11 الأسبوع الجاية. فبتقدر أنكم تسجلوا فيها. بس لازم تسجلوا قبل 13-11 لأنه كتير فيه بروسس لازم نعملها. نأخذ معلوماتكم بالتفسير حتى نعرف البرنامج مخصص لإلكم. وطبعا كل حدا إلو برنامج مختلف. يعني كل مجموعة أخينا أكون أكيرت إنه كل مجموعة إلهم برنامج مختلف. ومندخل سوبر فود وقصة. الجروبات قصة. ما رح أخذ فيها لأنه إذا بلشت هلأ أحكي. ما رح أخلص حكي. كنت بس ناوي أشرح لكم شو هو الصيام المتقطع على الطريقة اللي أنا بعملها. ما بنصوم كل يوم. هو فقط صيام ليومين بالأسبوع بيرفع عندكم نغروث هورمون. الأطفال بيقدر يعملوه. الناس اللي عندها مقاومة إنسليني كتير كتير بتستفيد منه. السيدات اللي عندها تكييوس مبايد أحسن شي تعملي. بلش بي السيام المتقطع على الطريقة هاي. اللي حابين يرفعوا العضلات عندهم كمان. كتير بساعدكم لأنه بيرفع لغروث هورمون. فبتزيد نسبة بناءكم للعضلات. اللي بس حابين يرفعوا منعيتهم. حابين بشرتهم وشعرهم وساعدتهم وكل حاجة. بلشوا بي السيام المتقطع على الطريقة. حكي تلقم إياها. لوزا مش عارفين كيف. سجلوا عن طريق الواتساب. سجلوا الرقم 079-281-0140. واح أكتب لكم إياها إن شاء الله. أو أيها هذا. اكتبوا صيام متقطع عشان الادمن تعرف إنكم مانترستاد تسجلوا بالدورة الجاي. بس اكتبوا صيام متقطع. تمام؟ خليها كود بيناتنا. زي المتقطع رحي بتبعت لكم لينك الواتساب. قيمة الاشتراك في الدورات 30 دينار أردني أو ما يقارب الخمسين دولار أمريكي. بتقدروا تشتركوا من أي محل بالعالم التواصل حيكون يومي. إن شاء الله ما أكون طولت عليكم. باي.